لكن مبارح الحقيقة موقع عربي 21 بالتزامن مع قصة اليونسكو وهدم المقابر أجرى حوار مهم جدا مع الدكتور خالد فاهمي المؤرخ المصري حاولنا في آخر كلام نلخص لحضراتكم أبرز النقاط والتصريحات اللي قالها دكتور خالد لأنه بصراحة خالد فاهمي عندما يتحدث عن أمر كهذا فلازم الناس كلها تنصت وتقرأ ما يكتبه وما يقوله وتنصت جيدا لما يقوله المؤرخ خالد فاهمي تعالوا نشوف مع بعض إيه اللي قالوا إيه اللي أستاذ خالد فاهمي في حواره مع عربي 21 بيقول تاريخ القاهرة مرتبط بشكل وثيق بتاريخ مصر نفسها بيطلق عليها مصر أو مصر المحروصة لأنها كانت مركز الحكم لألاف السنين الحديث عن القاهرة كمقر للحكم وكمركز ثقافي وديني وفني أيضا والقاهرة كمركز صراع بين الحاكم والمحكمين والأهالي بيكلم عن العاصمة الإدارية الجديدة فبيقول ما نراه في العاصمة الإدارية الجديدة هو قلعة جديدة لحماية النظام لكن بشكل مرتبك ما نراه الآن هو رده على هذا المنطق الأمن السياسي الحديث الذي وكب نزول الخديوي هو ردة على هذا المنطق الأمن السياسي الحديث الذي وكب نزول الخديوي إسماعيل من القلعة لعبدين بيكلم على 2011 فبيقول نرى الحاكم بعد ثورة 2011 يخاف من المدينة ويقرر أنه لن يكون في مأمن إلا إذا ترك المدينة برمتها وده الحياة اللي رأس النظام بيعمله دلوقتي في العاصمة الإدارية الجديدة أنه بيهرب من القاهرة بشكل كبير ما يحدث هو أقرب إلى نموذج فرساي في باريس في القرن السابع عشر الميلادي فرساي لم يكن قصرا فحسب خارج باريس بل مدينة بكاملها بناء الملك لويس الرابع عشر وكانت لتكون مقرا للحكم المطلق الجديد خارج باريس بيقارن ما بين فرساي وما بين العاصمة الإدارية الجديدة بيقول ناء الملك بنفسه عن المدينة وعن شعبها ولكن مقر الحكم الجديد لم يلبث كثيرا حتى قام الثورة في عهد لويس السادس عشر من باريس القديمة وتم إعدامه فهذا النموذج ليس ناجعا إلا لبعض الوقت أتمنى أنه قائد النظام أو رئيس السلطة دلوقتي يقرأ هذا الكلام لأنه مهم جدا الحقيقة العاصمة الإدارية مش هتحميك كتير يعني اقرأ التاريخ زي ما الأستاذ خالد فامي أو الدكتور خالد فامي بيقول لك بعدين بيكمل بيقول ما نراه الآن يختلف تماما عما يجري في القرن التاسع عشر ما نراه الآن هو إهمال لحاجات الناس الحيوية في المدينة القديمة القاهرة للمدينة الحقيقية وإهمال للخدمات الأساسية والاهتمام منصب فقط على الطرق والكباري في رد على أساطير الطرق والكباري اللي بتحصل بعدين بيعلى على موضوع الطرق والكباري في كذا نقطة الحقيقة مهمة جدا فبيقول إيه؟ يمكن النظر للطرق والكباري على أنها تعمل على تشجيع الاتصال بين السكان ولكن أيضا يمكن النظر إليها كوسيلة من وسائل احتجاز الناس وقطع التواصل بين بعضها بعضا يمكن النظر لهذه الطرق والكباري أيضا على أنها تمكن السلطات من استخدامها لنشر قوات الأمن والوصول إلى أي نقطة احتجاج بأسرع وقت ممكن بالمناسبة من ست شهور تقريبا ناقشت مع حضراتكو هنا كان فيديو معمول من قناة فيس على ما أتذكر كان فيس تقريبا أو في او اكس مش متذكر القناة لأيها واحدة من اتنين كان تقريره على العاصمة الإدارية الجديدة وقالوا نصا في التقرير اللي الدكتور خالد فاهمي بيقول أنه عمل تخطيط الأمران الجديد في القاهرة والطرق والكباري والمحاور مش عشان بنية تحتية على قد ما هو يسهل انتقال قوات الأمنية والشرطة لأي مكان يحصل فيه قلق في القاهرة وبالتالي دكتور خالد فاهمي هنا بيؤكد على نفس القصة اللي هذه القناة أو هذا التقرير الأجنبي اتكلم عنه واستعرضنا مع حضراتكو هنا في آخر كلام منذ عدة أشهر بنرجع للتصريحات بتاعته مرة تانية بيقول أن قراءتي الشخصية أن الغرض من بناء الكباري هو غرض أمني بحت لقطع أواصل الترابط الاجتماعي الذي يجمع الناس والوصول بالقوات الأمنية إلى أصغر حارة وتدمير هذه الأزقة أو الشوارع والحارات في الحال لمنع أي حراك شعبي ده نصا اللي كنت بحكي لحضراتكو عليه دلوقتي بيقول كمان نوطة مهمة أوي بقولك القاهرة يا جماعة لا يمكن أن تكون مثل دبي إلا إذا دمرناها بالكامل يليتهم بنوا العاصمة الإدارية الجديدة على نمط دبي وتركوا لنا القاهرة على حالها بعدين بيتكلم عن النخب فبيقول أنه أرجح أن هذه النخب الحاكمة تشعر بالعار من أصولها جزء من الطبقة الحاكمة التي تعود أصولها إلى مناطق قديمة بالقاهرة مثل الجمالية والسيدة زينب وعبدين تريد التبرق من هذه الأصول لدي أشعور بالغل والمرارة تجاه تلك المناطق وهذه طمى كبرى بيختم بالحديث عن الحكومة المصرية فبيقول الحكومة المصرية باعت الأضية السوق منطقها الطاغي نموذج دبي براق لدينا نخب تستعر من أصولها البديل والسبيل للوقوف أمام هذه الموجة الطاغية هو إنشاء جمعيات مجتمع مدني قوي وهو ما نفتقده هذه ليست أزمة القاهرة بل أزمة البلب بأسرها وأزمة نظام الحكم فيها الحقيقة كلام يعني محتاج تركيز كلام محتاج برضو تاني أي حد في البلد دي عنده حس وطني يقرأ ما كتبه الدكتور خالد فهمي عن هذه الحقدة عشان يفهم عبد الفتاح السيسي رايح بالبلد الفين